اخيرا شركة الوان بلاس تكشف استطار عن واحد من افضل واهم هواتفها لهذه السنة وهو الوان بلاس عشرتي اهاتف بمواصفات رائدة لكن بسعر صراحة خرف كالعادة نتعرف على مواصفاته الكاملة وسعرها بالدولار وكم رح يكون سعرها اذا توفى لها في الاسواق الجديري بل من ابدأ الفيديو دعمني بلايك واذا كنت اول مرة تشاهد قناتي اشترك الان نفعل جرس التنبيهات باش توصلك كل الاشعارات واذا عندك اي سؤال اكتبه في الكموند باذن الله نجاوب عليه والان نبدو على بركة الله اولا التصميم كنسخة البرو الاختلاف في مكان الفلاش فقط ايضا زر سلايد ذلك يتم الصوت والاشعارات تم الاستغناء عنه في هلالة مع ذلك عندك ظهر من الزجاج ويأتي باطراف منحانية كما انه يأتي بنسخة خاصة من الجلد باللون الاسود المطفل من الامام واجهة كاملة بحواب منحانية وعندك ثقب في الجانب الايسر من الهاتف الوزن 204 جرام يعتبر وزن متوسط مقارنة بحجم الهاتف من ميزات هذا الهاتف هي شاشة فلويد اموليد مقاس 6.7 انش فول اتشتي بلاس بكتابة البيكسلات 394 بيكسل في الانش تدعم معدل 120 هرت ومعدل لمس 360 تدعم الاتشتي ار 10 بلاس وتدعم مليار لون عليها طبق حماية من نوع لكن الشركة لم تحدد اي جي كما ان السطوع تحت اشعة الشمس غير معلوم لكن اكيد رح تكون درجة السطوع جيدة تحت اشعة الشمس صراحة شاشة بالوان رائعة جدا ودقة مميزة ورح تستمتع بمشاهدة اي محتوى ذات الجودة العالية فزوايا الرؤية مميزة والالوان مشبعة وحيوية كما انها سلسة جدا في التمرير وسرعة الاستجابة العالية باختصار ما فيش مشاكل من هذه النحة كما انك راح تستمتع بتجربة صوت مميزة من نوع استيريو باش تضيف جو ممتع جدا مع التجربة المشاهدة من الميزات القوية في الهاتف هي الاداء حيث يأتي باحداث معالج من كويتم سناب دراكو 8 بلاس الجيل الاول بمعمارية 4 نانومتر ومعالج رسومي ادرينو 730 من افضل معالجات الاندرايد حاليا وهو اقوى من المعالج السابق سناب دراكو 8 الجيل الاول بنسبة 10% في الجي بيو والسي بيو كما ان هذا المعالج موفر بشكل كبير لاستهلاك البطاري الهاتف يقدم تجربة اداء عالية جدا في الاستخدام العادي والمكثف وتجربة لعب ممتعة بكل متاني من كلمة فهو يشغل جميع العاب الثقيلة باعلى اعدادات وبكفاءة عالية جدا صراحة هذا المعالج وحش الادا بدون منازل اتوفر الهاتف بمساحة تخزين 128 حتى 256 جيجا من نوع UFA 3.1 عندك 8 حتى 12 جيجا من نوع DDR5 يعمل بنظام اندرايد 12 ووجهات الوان بلاس كالر او اس الاحدى ومن الميزات الرائعة ايضا في الهاتف هي الكاميرا الاساسية 50 ميجابيكسل بفتحة 1.8 وتأتي بمستشعر من سوني ايم ايكس 766 تدعم الاوتوفوكس وبها مثبت بصري والكترون الثانية 8 ميجابيكسل للتصوير الواسع والثالثة 2 ميجابيكسل للماكرو تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 60 فرام في الثانية والفول اتش دي بمعدل 240 فرام في الثانية والكاميرا الامامية 16 ميجابيكسل بفتحة 2.4 تدعم تصوير فيديو فول اتش دي بمعدل 30 فرام في الثانية قدم لك الكاميرا جودة الصور مميزة من ناحية الدقة والالوان والتفاصيل القوية في جميع الظروب بالعدسة الرئيسية اما العدسة الواسعة فهي اقل جودة من العدسة الرئيسية من ناحية الالوان والحدة والديناميك رينج لكن تبقى مرضية بكل امن عدسة الماكرو ايضا تعتبر مقبولة نوعا ما بالنسبة للفيديو فهي ممتازة جدا ويديك ثبات رائع عند التصوير في اعدادات الكاميرا عندك مود احترافية كثيرة جدا تستفيد منه كاميرات رائعة فعلا لكن لا ترتقي لكاميرات الهواتف الرائدة حتى في هواتف كثيرة بسعره افضل من هذا الهاتف بكل امن البطارية بسعر 4800 مليومبير تدعم الشحن السريع بقدرة مياه وخمس سبع عشرين واط وعندك نسخة اخرى بشاحن مياه وخمسين واط صراحة شواحن خرافية وتشحن الهاتف اقل من عشرين دقائر بصمة الهاتف مدمجة اسفل الشاشة الهاتف لا يدعم منفذ 3.5 ملي للسماعات يدعم تركيب شريحتي اتصال ولا يدعم كار الذكرى خارجي يدعم تقريبا جميع السمسرات سمسر التقارب سمسر الحرارة البرومتر والجيرسكوب وغيره عندك ايضا خاصية الان اف سي موجود سعر الهاتف يبدأ بستمية تسعة وربعين دولار نسخة مية وثمانية وعشرين مع ثمانية ججراء هاتف مميز بعتاد رائع وقوي جدا يجعله من افضل الخيارات للشراء بهذا السعر واذا اردت شراء هذا الهاتف ساترك لك الرابط في الوصف اما سعر الهاتف اذا توفر في الاسواق الجزائرية فاتوقع الحكم بسعر اكثر من عشر ملي سؤالي لكم خابتي وش رايك في هذا الهاتف وهل تراه مميز جدا مقارنة بسعره ام لا اتمنى تكتبون لي رايكم في التعليقات كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الوان بلاس الجديد الوان بلاس تان تي في الاخير اتمنى تدعمني بلايك واذا كنت اول مرة تشاهد قناتي اشترك الان وفعل جرس التنبيهات باش توصل لكل الاشعارات وضمتم في رعاية الله وحفظ